طيب احنا فيه كذا محور لسه عايزين اتكلم فيه بس بشكل اكثر تفصيلا شوية لو جينا اتكلمنا عن فكرةنا ايه المفروض سوارش يشتغل عليه من المشاكل يعني احنا عندنا كذا مشكلة اصلا احنا مش عندنا مشكلة واحدة احنا مؤخرا بقى عندنا فكرة الفينال بتاعنا اهدار الوقت كان برضو بشكل غريب جدا الهجوم عندنا برضو فيه مشكلة زي ما حضرتك قلت البدائل عندنا فيها مشكلة الناشئين محتاجين ان يتم التركيز على هذا المصنع زي ما بنقول اللي خرج لنا اسماء عظيمة جدا نجحت مع النادي الاهلي بشكل كبير ولسه هيخرج لنا ناس كتيرة فمحاور كتيرة محتاج سوارش ان هو يركز عليها من تلوقتي فنبدأ بايه لان محتاجة شغلة كتير ما انا هقولها ايه خلينا نبدأ من الخط الخليف حراسة المرمى كويس نقطة كويسة خلينا احنا بنتكلم بصراحة محمد الشناوي في حاجة لقاعدة تركيز من جديد الشناوي مش هو محمد الشناوي اللي انا عارفينه قائد وكابت النادي الاهلي اللي شال النادي الاهلي في قوقات كتيرة جدا وكان ليه دور كبير جدا في بطولات النادي الاهلي الشناوي بيمر بحالة عدم تركيز كبيرة جدا فنية داخل الملعب بالو قد ايه بردو كابتن ايهي بتعتقد بردو بعد بطولة افرك الشناوي يمكن حتى في مبارات فيوتر على فكرة كان فيه كرة معدولة اللي طلعها من جول من على خط المرمى الشناوي لو مركز كرة كانت سهلة جدا وطبيعية اتأخر في الخروج لها فشناوي لا وضح ان هو مش في حالته الفنية او مش في كامل تركيزه الزهني والفن العالي اتمنى ان هو يرجع للمستوى الفني والزهني لان الشناوي من الحراس الكبار في مصر ومن الحراس الكبار اللي جون في تاريخ النادي الاهلي وده واضح جدا تأثيره على لعبة النادي الاهلي وواضح جدا تأثيره على نتاج النادي الاهلي خط الظهر برضو التوليفة الراجل لازم يعرف ايمن وعبد المنعم مش راكبين مع بعض برضو فيه صنائيات تنفع وفيه صنائيات ما تنفع يعني صنائية تأفشا والشريف كانت أكثر من رائعة في فترة الماء ايوه انا جاي لك في الكلام انا مش حارف ايه اللي حصل بعد كده في فترة الماء كانت لها تواجد لكن دلوقتي انا بشوف ان ياسر ابراهيم ممكن اشوف صنائية ياسر ابراهيم مثلا وعبد المنعم لان انا اتمنى يكون بدر موجود لكن بدر بقاله كتير اصابة وانتقاله او مش انتقاله فاعتقد برضو بقاله فترة غايب فما ينفعش اجاز به في التوقيت ده كنت ممكن العب به في مبارات الدورة او اديله جزء لكن صنائية بدر وياسر من الصنائيات الجيدة جدا ياسر وعبد المنعم اعتقد ممكن تكون صنائية لان ايمن قشر برضو الحالة الفناية والبدنية للفترة دي مش في قوتها العالية علي معلول برضو تلاقي عندنا مشاكل علي معلول والناحية البدنية عنده الهدف الاول انبارح برضو كان التخطية العكسية او من الظهر علي معلول ففي مشاكل انه الجبهة اليمين انبارح الناس بدأت تقارن بين محمد هاني وكريم فؤاد واداء محمد هاني في مبارات جرامبات سفكاس واداء كريم فؤاد انبارح كريم فؤاد قدم مباراة فيوتر على مستوى جيد مبارح بيقدي أداء من وجهة نظري مش هو الأداء المتوقع والمنتظر المنظومة الدفاعية في النادي الأهلي فيها مشاكل لازم الراجل يحاول يشتغل عليها بشكل كبير جدا هو قدامه مشوار صعب جدا